رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة وقدمنا المحشي بس انا حطيت شوية مصاص بقى صراحة يعني انا بحبه بالصاص ده بالذات الفلفل الوان نبصوا بقى كده ومخرجنا حيجيبه ونبصوا بصة كده على الفراخ برضه وبعد شوية يا السلام الله الله انا سايبهكم براحتكم مش كله فوقت واحد براحتكم على راحتكم خالص خدوا وقتكم المحشي بصراحة جميل اللي ريحته حلوة قوي وطبعا الكفتة بقى بدأت تتشمع بصوا في الفرن جميلة اللي عايز بقى يديها فحماية كده يولع فحماية يحط معلقة سامنة صغيرة او معلقة زيت يحط الفحماية جوه في ولاية ويقفل عليها هتبقى رائعة فكروني بيها بس يا شباب اذا تكرمتوا ماشا اقوعة انتنسوها انا بقول لكم هوا كفتة في القابتكم طيب انا بقى هنعمل دلوقتي وصفة جميلة برضو الاطفال بتحبها لو حضراتكم هتبقى موضوع العجينة ده هيدايقكم يعني عبقى عليكم نقدر نتغاضع عن الخطوة بتاعة العجين دي ونستخدم البوف بيستري اللي هي عجينة الرقائق الهشة تتبع في ستوبر ماركت في منها بتبقى مربعات فوق بعد كده انت تتعمل وحدات صغيرة وممكن تبقى بلوك كده كبير بنفرده على الرخامة ونعملها قاعدة ونعملها ديها شكل عشر حنا نعمل أبل باي أو في صيرة التفاح انا اللي اخبطت المأذير يا نادا تقريبا فانت يقوليلي ايه فين ليه الصوت بعيد تاني ها قولولي سؤال ايه اه مش سمعة بس اقولوا اه 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 حلو نقول احنا حطينا ليه الفيكينج بودر يا فاندم حطيناه عشان ما تكشش ثانيا حضرتك لما تعمل الكفتة خليها يبقى فيها تخانة شوي يعني عشان هيا كل ما بترفع هي بتنزل سنة لكن احنا بنحاول نحافظ على انها ما تكشش فلازم يكون يا ايه ما برغل يا ايه ما دقيق لازم بنضيف حاجة يا ايه ما بيكينج بودر دي الحاجات اللي بتخليه يا ايه ما بياض بيضة فيه ناس بتحط في بتاعة اللحمة بياض بيضة عشان تبقى لما تقطعها ما تلاقيهاش مفرولة تليها حتة واحدة فلازم فيه مادة ربط كده معينة تمام فحضرتك اولا بجيب دهر كده معلقة خشب رفيعة عشان دول تخان انا والله بعمل دي فكفت في اللحمة بحبها تبقى عاملة زي بتاعة الكلام بس اكبر شوي واروح مصباعة عليها ومطلعها لو انا مش هستخدم السيخ فلازم التخانة تبقى كويسة حلو الكلام قولولي تاني حبايبي انتي هتقوليني المقادير لان اطلق بط طيب انا دلوقتي هاخد كده بولة بسم الله المقادير على الشاشة ننزلها عندي ستة او اربعة طفحات على حسب حجم الفطيرة ادي بضاية ايوا وبعدين هنحط الزبدة دي متعايرة هنا دا هايز اشوفها قد ايه معلش احنا الزبدة دي اللي عندنا تلات معلق لأ هناخد تلات معلق اهم قدام حضراتكم معلقة اتنين تلاتة اهو حلو الكلام كلام جميل ايوا يلا هجيب بس كسرول عشان نعمله فكروني بالكفتة بسم الله هاخد كده نعمل سوس الكرم للقاوي سوس دا جميل قاوي هتاكله فطير التفاح من نوع مختلف يلا بينا نبدأ اول حاجة للسوس انا عندي العجين الواحدة عندي للسوس دا الزبدة ودقيق هاخد الاول طب خليني بس ااخد الزبدة دي الاول هنا معلش كده هسياحها وهاخد معها دقيق على طول بسرعة هنقلبهم مع بعض بالواسك كده كده وبعدين بصوا الخليط دا سكر بقى القمر دا احنا عندنا قد ايه هنا سكر عندي ااااااااااااااا كوباية سكر كوباية اللي عايزي حطوا نص وماشي اللي عايزي حطوا سكر بني نص وماشي بس بصوا السوس دا رائع كده شايفيني ازاي معاكي بس الصوت بعيد يا روح قلبي هنحط الميا بصوا بصوا شايفين ده تعالوا بقى نقطع سوى التفتة الصوت ده بقى رائع هنغلب دي العجين افكروني بليز بالكفتة شايفين ده هو ده الصاصر الرائع سبايدر حلق النهارده وعمل شغل عالي احد المصورين اللي معانا وجاي التنك علينا كلنا النهارده عشان حلق والشعر لبيت بان مش عارفة اقوله ايه والله ماشي يا سبايدر هو وقار برضو وقار وقار بنى يديك الصحة حبي بصوا كده خلاص ادي الصاصر شايفينه خلوا بالكوا انا هسيبه كده مش عايزة يتماسك قوي تعالوا بقى نقطع التفاح نفسه بس قبل ما نقطع نعايزة حط العجينة الاول تشتغل هنا في العجان العجان ناشف خليني ااخد الاول البيضة معاها الفانيليا بسم الله وبعدين معاها شوية السكر والدي هخط عليه رشة واحدة بس من الملح والقرفة دي هتتحط على خليط الطفاح مش هحطها هنا مع اللي احنا الصاص اللي احنا عملنا دلوقتي انا هسيبه بس يتمسك حاجة بسيطة كمان انتو حطيني عجينة جاهزة ياولاد ولا انا هشتغلها على طول طيب نطلع بس الكفتة كده نشوف اخبارها بسم الله نبص هنا على الكفتة دي تحت دي تقريبا مش ممودة حطينا في التلاجة ولا دي بصوا هنقلب كده اهي ودي زي ما هي هي شايفين نقلب كده معلش عشان ياه يلا بينا عموما العجينة دي سهلة انا كان يهمني بس اعرف حضرات كصص وادي كرمية الزبدة وتعالوا ندور الخليط ده مع بعض بس كده وندق بصوا دي الخليط هناخد بقى لذي ايه التفاح الامر ده وادي الكاتنج بود تفاح لازم اخر حاجة تتقطع كده والله منق اه شفتها خلاص اهي وادي العجينة الامر الصوت بعيد قوي يا ولادة على فكرة انا بعاني معاكم ها بعاني بجد من الصوت اه جدا معاناة رهيبة بصوا هنشيل الجزء ده وهنعمل كده على رفاية ايه روح قلبي حاضر هناخد كده نقطع بس بقية الدنيا دي لانه التفاح ده انتو شوفولك حل في الصوت ده فاهمين قصدي لازم تبقى الوفيعة انا بحبها شرايح اللي عايز يعملها مكعبات يعملها يا ولاد السكينة كمان مش مساعداني مش حامية هحميها دلوقتي على رقبة محمد عشان محمد ما سنجيش السككينة اهو العجينة زي هتبقى لينة لكن هتحتاج مع علقتين تلاتة من الميا تقفل بيها العجينة ميا ساقعة متلجة هناخد كده واخد طفاحية كمان عشان نعمل بالطفحتين دول على قد البايريكس بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده التفاح الاخدر احلى حاجة فيه انه هو ولو عندكو بواقي التفاح واستويت ممكن برضو مفيش مشكلة بس هو بيبقى طعمه حلو لانه بيستحمل التسوية اه في الفورد انا هطفي ده عشان عامللي طبعا هزود تلات معالق ميا متلجة على العجينة دي لحد ما تتماسك هروح مجمعانا وحطها في كيس زي ما حضراتكم شايفين اللي معمولة قدام حضراتكم دي حلو الكلام بسم الله كده ويه هناخد بقى الخليط اللي احنا عملنا على النار ده هنضيفه على التفاح ده في بولا دلوقتي وانا مش هضيف لمون ولا حاجة عشان ما تسودش هشتغل فيه على طول عشان كده قررت ان انا اقطعه مع حضراتكم بسم الله كده بسم الله اهو تعالوا بقى ناخد كده بولا هناخد كمية اللي ايه التفاح ايا كانس يعني هنشيل دول خلاص وهنضيف عليهم رشة الارفة والخليط الامر ده اللي اول ما هيتحط لازم يكون برد اللي اول ما هيتحط ويدخل الفورن مع التفاح الريحة روعة الخليط ده هيتماسك مع العجينة وهيديكوا صاوس كده هتشوفوه دلوقتي ممتاز ادي اول خطوة شايفين الخطوة الحلوة دي هناخد بقى الكريست دي نفسها هاخد جزء كده لازم تبقى ليها جوانب وهاخد عندي رشة كده لا والله استنوا بس نفرد دي دي اقوة اولاد عشان هي لازم تتحط معاها بصوه هي بتبقى نعمة كده لازم تتجمع كده هنفرد فيها لازم تبقى بقى بين ورقة زبدة المفترض خليه اجرب بس الاول عشان ما تلزقش مني انا هفردها على طول فين في القالب علشان ايه اسرع بالنسبة لي بصوا بقى هسكن كده في الجناب ويبقى ليها علو وطبعا هعملها فوق من فوق شكل فيش مشكلة خالص لحد ما تبقى عجينة جميلة هي هتبقى مسكة نفسها وتطلع زي الباف بيستر ان فيها نسبة زبدة زي ما احنا اتفقنا خلاص اهي كده مش عايزين نعلي قوي هناخد بقى الخليط بتاعنا القمر ده بسم الله وهنزل وهنزل في الصيرة لو عايزكوا تجربوه وتقولولي انا بس الوقت عندي يعني بيبقى ديق جدا وببقى عايزة اخد مكالمات كل حضراتكم مش عايزة بنع مكالمات الحقيقة خالص لان فيه اصدقاء لي يعزوا علي بحب بسمع صوت حضراتكم الحقيقي بجد شايفين خلاص الباستا فلورا هيا دي وهطلع لكو ثواني الكفتة الكفتة بقت تمام احي ماشاء الله ماشاء الله يلا بينا ادي الكفتة وادي الكفتة بسم الله وانا بقى هسيب بقى العجينة دي انتو تشكلوها على الوش زي ما انتو عايزين اهم حاجة الصوس اللي الجوه في النص ده هو ده اساس الباف بيسش عشان تبقوا عارفين او اساس فطيرة التفاح بصوا بقى المسكة نفسها ازاي دلوقتي بقى انا بستعد عشان استقبل مع حضراتكم الفقرة الطبية وهقدم اهي الكفتة قدامكم شايفين الدهون بتاعتها مهياش كتيرة شايفين كل اللي نزل حاجات بسيطة عرب ان هي فيها نسبة ليه شايفين مسكة نفسها ازاي ويالله بينا بقى نستسمع حضراتكم في استراحة ونستقبل الفقرة الطبية اشوفكم بعض الاسطلح